نحن في المنطقة الحدودية الجنوبية مع قطاع غزة حال استنفار إسرائيلية واضحة الجيش الإسرائيلي أغلق جميع المحاور الرئيسية المؤدية إلى الحدود مع قطاع غزة انتشرها الجيش الإسرائيلي في هذه الحواجز في أكثر من منطقة حدودية لمنع المركبات من الاقتراب إلى الحدود نظرا لوجود معلومات استخباراتية إسرائيلية وصفت بالساخنة بأن حركة الجهاد الإسلامي تحديدا تريد الانتقام لما حدث في الضفة الغربية المحتلة واعتقال القياد البارز في مخيم جنين من خلال إطلاق صواريخ مضادة للدروع من القطاع أو عمليات قنص لجنود ولمستوطنين كذلك الأمر وفي إطار حال التهب نشرت إسرائيل المزيد من بطاريات القبة الحديدية لحماية المستوطنات والمدن الجنوبية كما في هذه المنطقة على سبيل المثال الحكومة الإسرائيلية بعد مشاورات أمنية قررت استمرار حال التأهب أياما مقبلة على جبهة قطاع غزة ريثما يتم التحقق ما إذا كانت تهديدات الجهاد ستتم بمعنى سيكون هناك تصعيد عسكري لعدة أيام على هذه الجبهة أم أن الأمور ستعود إلى الهدوء قريبا زياد حلبي الحدث حدود قطاع غزة